مداخلة الشيخ نرجع لكم صراحة موضوع التوكل على الله يعني صميم التوحيد يعني ومن أعظم الأشياء حتى الإنسان يعني يعني يريد أن يسلم هذا القلب وأن يطمئن هذا القلب وأن يرتاح هذا القلب وصراحة أنا في نظري البسيط أنه كذلك يعني ارتياح من الهموم وسلامة من الأمراض لأن بعض الأحيان النسان يشتد ويهتم من تحصيل شيء لن يحصل له والله كتب أنه لن يحصل وهو شاد همه وفكره وحيله ولكن لما يكون مطمئن بما قدر الله له تجده مرتاح لا عنده لا ضغط ولا سكر ولا عنده يعني الحرص في محله مطلوب ولكن الزيادة تنقلب عكس على صحتك وعلى إيمانك وعلى علاقتك بربك سبحانه وتعالى فما أفضل يعني كما قال عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله أو كما قال نفسه سلم لرزقكم كما يرزق الطير تغذوا خماصا وتروحوا بطانا فأنت لما تكون متوكل مطمئن إن رزقك والله ما حد يأخذ منه شيء فأنت تفعل السبب بأمر الله لك بفعل السبب ولكن ثقثقة تامة اللي مكتوب لك وتأكلها والله ما يأكل أحد غيرك صح فليش أنا أشتق وأنا أظل أوف راحة البيعة أو الله يقول لي كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم رزقك مكتوب يا ابن آدم ولكن فكرك وهمك كيف ربي يرضى عنك سبحانه وتعالى كيف الله يرضى عننا في أعمالنا في أقواننا في سرائرنا سبحانه وتعالى أن يجعل سرائرنا خيرا من على نيتنا سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله يا أخي الله وصف لك وصف أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ليش أنا أكبرها يا أنا حظ ردي أنا أقشر أنا مدرويش لا 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 تقول نفسك كذا يا رب بس وعلى مثل بسيط يقول زينها مع الله وتزين زينها مع الله وتزين يعني الله يقول عندما يطلب العبد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون طبق هذا الأمرين استجابة لي وامر الله وإيمانا به وتصديق وتوكل عليه سبحانه وتعالى تجد جميع ما تريده يأتيك ويأتيك ترى بندون سؤال صح لا إذا كان عندك اليقين والرضا الله يكرمك لكن إذا صار عندك لا ليش ودائما تجزع ودائما معترض أنت خسرت الدنيا والآخرة سامحونا باستثار الحديث لا 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 السلام يا حبيث سامس